صفة حج التمتع على خطى النبي عليه الصلاة والسلام خطوة بخطوة كأنك في الحج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكوا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير احنا قلنا في الفيديو اللي فات وعرفت ان الحج تلات انواع حج التمتع وقران ومفرد النهاردة هناخد بقى واحد واحد ومناسك كل نوع على حدة في فيديو منفصل خالص عشان اي حد هيعمل اي نوع من الانواع التلاتة يكون عارف مناسك الحج بالزبط وما يتلخبطش فيها وهي سهلة ان شاء الله وهشرحها بطريقة مبسطة جدا خليكي معايا باذن الله هتستفيدي بس رجاء شيروا الفيديو لأكبر عدد علشان الكل يستفيد وعملوا لايك للفيديو ولو انت جديدة في القناة اشتركي علشان يوصلك الفيديوهات اللي بعد كده عن كل نوع من انواع الحج وهسيب لك انواع الحج تحت في صندوق الوصف الفيديو بتاع انواع الحج في صندوق الوصف تحت اول حاجة اسماء ايام الحج هنقول اسماء ايام الحج يوم 8 زو الحج ده اسمه يوم التروية ويوم 9 زو الحج اسمه يوم عرفة ويوم 10 زو الحج ده اسمه عيد الاضحة بالنسبة لنا احنا اللي مش رايحين نحج وعند الحجاج بيكون يوم النحر اللي هو اول ايام عيد الاضحة بيكون يوم النحر عند الحجاج 11 و 12 و 13 منذ الحجة اسمها ايام التشريق والانواع المناسك الحجة هنبدأ نشرح انواع مناسك الحج انواع المناسك اللي هو زي ما قلتلكم حج مفرد وحج متمتع وحج قران وهسيب لك الرابط في صندوق الوصف اركان الحج بقى الاركان الحج الركن هو يعني ما ينفعش تعامل النسك الا بيه ما تكونش عمرة حجة اسفة صحيحة الا بالاركان دي يعني اي خلل في ركن من الاركان اللي انا هقولها لك دي كده الحجة هيكون مش هينفع يبقى دي اركان الحج اساسية معانا الاحرام الوقوف بعرفة التواف الافاضة وسعي الحج وعندناك بقى حاجة تانية اللي هي واجبات الحج واجبات الحج الحج يكون صحيح لكن لو نقص واجب من واجبات الحج دي بيكون عليك فدية يعني اي حد ما يعملش واجب من واجبات الحج دي يكون عليه فدية زي لبس الاحرام الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس لازم يؤذن المغرب ليه لتعرفة لازم يعني في اليوم عرفة لازم تأذن المغرب وبعدين تبدأي تنزلي والمبيت في مزدلفة المبيت في ميناء ايام التشريق الخمسة الدبح ستة رمي الجمرات سبعة الحلق بالنسبة للرجال والتقصير بالنسبة للسيدات تمانية طواف الوداع دي الواجبات الحج التمانية نشرح بقى حج التمتع ونسق حج التمتع وهو ان يكون عام العمراء في ايام في الاشهر الثلاثة نوى العمراء في الاشهر الثلاثة شوال زو القعدة زو الحجة يعني لازم تكون ده حج التمتع انك بتكون ينوي عمراء في شهر شوال او زو الحجة او زو القعدة التلات شهور دول بتكوني دخل بتكوني دخلتي تمانية دخلتي مكة يعني قبل يوم تمانية في الشهر هنعمل ايه في الحج بقى في البداية هندخل في الاحرام هنلبس ملابس الاحرام وننوي نية الاحرام هنقول ايه في نية الاحرام لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج يعني انت لو هتعملي عمرة قبل يوم تمانية يعني انت دخلت في مكة قبل يوم تمانية هتنوي العمرة هتنوي عمرة تمتع نية العمرة ايه لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج وما ينفعش تغيري النية يعني ما ينفعش تغيري النية خلاص لما تنويها هنطلع بقى على مكة هنعمل عمرة كاملة خالص هسيبلك هسيبلك برضو رابط فيديو العمرة في صندوق الوصف مناسك العمرة كاملة بالبساطة برضو هنعمل عمرة كاملة ونتحلل منها اكننا بنعمل عمرة لوحدها يعني هي عمرة خالص كاملة كل المناسك بتاعتها وهنتحلل منها بقص الشعر برضو بالنسبة للسيدات والحلق بالنسبة للرجال او التقصير الحلقة او التقصير بعد كده بقى هنعمل العمرة بتاعتنا العادية وهنزل زي ما قلتلكو رابط الشرح بتاع العمرة في صندوق الوصف ان شاء الله ما يجي وقت الحج بقى هنلبس ملابس الاحرام من جديد مش هننوي بقى مش هقصلي مش هنبدأ نرجع المقاط ونحرم من هناك لا انت في قلب الفندق زي ما انت انت خلاص نويتي النية واحرمتي ومن المقاط خلاص وروحتي مقاط وعملتي نية العمرة ونويتي نية العمرة بالتمتع فانت مش هتحتاجي ترجعي تاني للمقاط لا خلاص انت هتلبسي بس لبس الاحرام من الفندق اللي انت قعدة فيه وبعدين واحنا رايحين بقى واحنا رايحين في طريقنا لمكة في طريقنا للحرم يعني بنجدد النية بنقول ايه لبيك اللهم حجة بس يعني انت بتجددي النية في الاوتوبيس وبتقولي لبيك اللهم عمرة وبينطبق بقى انت كده دخلت في الاحرام يعني انت بعد تحلل من العمرة الاولانية اللي احنا عملناها انت كده خلاص فكتي الاحرام والمحذورات بتاعتك خلاص بتعملي ما عليكيش اي محذورات وبتفكي احرامك خلاص اول ما تقولي لبيك اللهم حجة انت دخلت في محذورات الاحرام بمجرد النية دي فبينطبق عليكي كل محذورات الاحرام اللي احنا قلناها قبل كده اه وهتنقيم الصلاة بقى هتطلعي على عرفة وهتقيم الصلاة في عرفات هنصلي مغرب وعيشة المغرب ثلاث رقعات والعيشة رقعتين اه جمع تقصير وتقعودي بقى استمعي لدروس العلم اذكري الله سبحي اقري قرآن اه كل ده ارتحيلك بقى ساعتين ارتحي ساعتين وقومي قبل الفجر صلي بقى كتير لربنا ودعي وذكري الله وسبحي وبعدين هندخل على عرفة ونسمع خطبة عرفة وهي سنة خطبة عرفة سنة وهليؤذن اذان واحد ونقيم الصلاة ونصلي الظهر رقعتين والعصر اتنين برضو جمع تقصير وبعد كده ادعي بقى في يوم عرفة طبعا يوم عرفة ادعي كتير جدا لانه هو مستجاب الدعاء فيه فادعي كتير جدا ولما المغرب عند المغرب بنطلع على مستلفة بعد بننزل بقى من عرفة بعد صلاة المغرب وغروب الشمس وبنطلع على مستلفة بنصلي المغرب ثلاث رقعات برضو ونصلي العيشة رقعتين في مستلفة لحد صلاة الفجر بتفضلي في مستلفة بتباتي في مستلفة لحد صلاة الفجر وبعدين بتدخلي مكة بتدخلي الحرم بقى بتطوفي طوافل افاضة وطوافل افاضة بيكون بدون كشف الكتف للرجال يعني ما فيش كشف كتف للرجال وبعديها بعد طواف افاضة بتصلي رقعتين وبعدين بتدخلي على السعي بين الصفة والمروة وبعدين بتتحللي التحلل الاصغر بتقصي الشعر وحلق بالنسبة للرجال هتقوليلي طب ما انا قصيت في العمرة لا دي حاجة ودي حاجة انت دخلتي في نصك الحج بتتحللي منه تحلل الاصغر ده زي ما قلتلكم وفي الفندق بتتحللي بقى التحلل الاكبر ان انت بتخلعي لباس الاحرام بالنسبة للرجال بيخلعوا لباس الاحرام اللي احراموا فيه وبيغيروا بيلبسوا ملبسهم بقى العادية لو عايزين وبعدين ده التحلل الاكبر وبعدين بتروحي على مينة وبترمي جمرة الاقبة الكبرى وهي بتكون سبع حصوات سبع حصوات مع كل جمرة بتقولي الله اكبر والصبح بيكون الصحيح انه بيكون الجمرة اللي بتترمي جوه الحوض يعني ما ترميش على الحائط لا جوه الحوض هو ده مكان رمي الجمرة بعد كده بقى عيد يبدأ عيد الحجاج بنبدأ بالتكبير اللي هو يوم النحر بقى تاني يوم عرفة اللي هو اول ايام العيد بيكون يوم يوم النحر بتطلع بيكون بقى معاك سق الهدي بنطلع على ميناء وبعدين بنطلع فيه بقى وبنصلي صلاة الظهر برضو قصر والمغرب ثلاث ركعات والعيشة ركعتين وبعدين في ميناء بنصلي الظهر وبنرمي بعد كده بعد ازان الظهر بنصلي بنرمي رمي الجمرات وبيكون واحد وعشرين جمرة مع كل جمرة الله اكبر برضو في الجمرة الصغرى سبع جمرات بترمي وبتقولي الله اكبر وبعدين بتدعي ادعي كتير وبعدين تروح ترمي السبعة التانين رمي الجمرة الوسطى سبعة وبتدعي برضو بعديها وبعد كده بترمي الكبرى سبعة وما بتدعيش بقى خلاص يعني التاني هعيدلك تاني بترمي واحد وعشرين جمرة جمرة الصغرى سبعة الله اكبر في كل مرة بترمي فيها اللحصة وبتقولي وبتدعي بعديها وبعدين الوسطى سبعة حصوات ومع كل حصوة بتقولي الله اكبر وبتدعي بعديها بعد كده بترمي الرمية الكبرى سبع حصوات ومع كل حصوة ما بتدعيش بقى خلاص دي اخر حاجة ما بتدعيش وبتطلعي بعد كده على مكة بتطوفي طواف الوداع مع صلاة الركعتين وكده انت خلاص خلصت حج مبرور ان شاء الله وزنب مغفور استنوا بقى الفيديوهات اللي جاية كلها عن انواع الحج وكلها عن المناسك والمحظورات وكل حاجة بالتفصيل ان شاء الله باذن الله مش هخليك تطلعي الحج الا ما تكون يعرفة كل حاجة عشان ان شاء الله ربنا يوفقك لحج سليم وصحيح مئة في المئة ما تنسونيش بصالح من صالح دعائكم وان شاء الله هتلاقوا الفيديوهات اللي هتحتاجوها تحت في صندوق الوصف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة